السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نبدأ بسلسلة جديدة من برنامج الأكسلس اللي يستخدم عالة الباحثين تقريبا جميع الباحثين خاصة المتخصصين بالووتر رسورس أو أي تخصص ثاني يحتاجون أن يختبرون البيانات لأنهم يشوفون هل البيانات متجانسة أو لا وكذلك يحللون اتجاهها يعني يسمونه الترينت أناليسيس أو الهوموجينتية أناليسيس فهذا نجي أكو برنامج معينة لكن أكو برنامج اسمه الاكسلس هسا نجي مثلا لاحظ هسا هنا هنه هذا يعني أحد البحوث المعينة عنده عدة من المحطات المناخية وليد يفحصهم يفحص تجانسهم بالنسبة مع يعني الخطة الـ Confidence اللي هو ثابت فهسا نجي على اكتبار اسمه البيتت تيست وأكو الشانت أو السانت تيست فهسا ثالثين هاتم نقدر نجريهم باستخدام الاكسلس اكو برامج تقدر تنصبها وتنزلها احنا راح نتناولها بشكل سلسلة كاملة حتى ان شاء الله هم بيكون بلايلست ضمن القناة اليوتيوب ويفيد الباحثين ان شاء الله فهسا هذا اجراء باستخدام برنامج الاكسلس تقدر تتنزلها واحدة وتنصبها لكن الاكسل الحديث المايكروسوفت الحديث باستخدام الاكسل باستخدام الاكسل باستخدام الاكسل باستخدام الاكسلسلة ممكن تطول ست محاضرات او ستة ان شاء الله خمسة او ستة اه هذا الخيار من الخيارات هاي بالنسخ الحديثة انضاف الاكسلس فما يحتاج تروح تنصبه من الجوجل وغيرها مجرد ما تضغط عليه هذا ستارت اكسلس هذا الاكسلست فمجرد ما انضغطه راح يمطيك خيارين اما تستخدم الفري هذا ستارت يور الفري ترايل هذا مدة 14 يوم برايمول ترايل تمام عيني او تتفعل اللايسنس الخاص بك اذا كانت النسخة اللي انت منصبها عن المايكروسوفت نسخة مو كراك فتقدر تستخدم اي طريقين مهم انت تتفعل بها الخيارات البرنامج اذا تلاحظ انت حاليا ان البرنامج ما مفعل ما موجود بي خيارات ما مدى تطلع القوائم الموجودة هنا تمام عيني يعني هذا البرنامج ان شاء الله راح نتناوله بسلسلة كاملة وقلنا الغرض من عنده يستخدمونه بالبحوث الحديثة لفحص اما الهوموجينيتي تيست او الكواليتي كونترول نحن نسميه فحص التجانسية او وكذلك وكذلك نستخدمه لفحص الاتجاهية لاي بيانات ايا كانت البيانات ان شاء الله هاي المحاضرة الاولى تعريفية مجرد عن البرنامج حتى نتناوله ونتكلم به انت المفروض ما عندك المطلوب تنصب نسخة حديثة من مايكروسوفت اوفيس وبعد ما تنصب النسخة الحديثة تفعل اللايسنز الخاص به اما تفعل ترايل او اذا كانت النسخة مالتك هي اصلا اصلية فمباشرة نتفعلها بشكل دائمي ومن البرنامج ان شاء الله راح نبلش بهاي السلسلة ممكن نطول ست او سبع محاضرات مبدئية نتناولها بشكل تفصيلي ان شاء الله لكل محاضرة واستخداماتها شوان اختبره الهوموجينيتي تيست على طريقة البيت التيست او شوان اختبره الهوموجينيتي تيست ونحن نتناول كل موضوع ان شاء الله شنو بيها التقيكم بالمحاضرة القادمة اللي هي ضمن سلسلة وتعتبر المحاضرة الاولى التطبيقية دمتم بامان الله وحفظه